انتكاسة جديدة للانقلابين في شبوة وتحديدا في مديرية عسيلان اخر معاقل الميليشيا في المحافظة قتلى وجرح في صفوف الميليشيا سقطوا بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني في منطقة عكيد صوفة بجبهة الساق التابعة لمديرية عسيلان بمحافظة شبوة المواجهات جاءت بعد محاولة الميليشيا التسلل الى مواقع قوات الجيش الوطني في ذات الجبهة المعارك على الارض تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تجمعات الميليشيا في جبل الجندلة غرب مديرية عسيلان ما ادى الى مقتل وجرح العديد منهم وتحاول الميليشيا منذ ايام التقدم في مناطق صحراوية تقع الى الشمال من جبل قرنصوفة حيث تهدف من محاولة التقدم الى السيطرة على الطريق الرملي العام الذي يسلكه المواطنون بعد قطعها جميع الطرق الاسفلتية التي تربط مأربية بشبوة وفق ما اكده المركز الاعلامي للمقاومة الشعبية بالمحافظة اشتداد وطيرة المواجهات في محافظة شبوة يشير بنظر مراقبين الى اهمية المدينة التي تنتظر استكمال تحريرها من قبضة الميليشيا التي لطالما استخدمتها ممرا لتهريب الاسلحة والنفط الى عناصرها في باقي الجبهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة